تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توقعات دوري أبطال أوروبا اللي بتجيكم هذه قبل الدور الثمانية مني أنا محمد عواد على قناة سيلفي سبورت اللي بتبنى تشتركوا فيها في قناة يوتيوب خلينا نبدأ ونحكي شغل هذه الأول مرة بنعيش دوري أبطال أوروبا أدوار إقصائية 90 دقيقة و90 دقيقة في أوروبا على مستوى دور الثمانية بدوري الأبطال كل شيء بصير ليش؟ كل المدربين تقريبا عندهم أدوات بيقدروا يفاجئوا فيها كل المدربين عندهم داتا وبيانات ومعلومات كبيرة بيقدروا يقرؤوها ويجدوا نقطة ضعف يضربوا فيها مرة قبل ما المدرب الخصم يصحى لهم في لقاء الإياب كل الفرق تقدر تلحب أكثر من أسلوب جودتهم وهذا المستوى من الجودة وإدراك ومفاهيم ومبادئ التكتيج كله تخلي أن كل شيء ممكن يصير لاعب واحد يكون خارق من ضمن هكي فرق يفرق كثير في المباراة عكس مباريات أخرى لو كان ربما الفرق الجودي كثير رهيب أو حتى لو كان الذهاب إياب ممكن تفاجئ خصم أقوى منك مرة بس تقدرش تفاجئه مرتين نبدأ مباراة أطلنطا وسان جيرمن زي ما الكل بيعرف أطلنطا كله على بعضه برئيس بأساسية واحتياطية كلف 120 مليون يورو يعني أقل من سعر نيمار بـ 100 مليون هذا معناها بكل بساطة الضغط كله على باريس سان جيرمن الضغط كله أنه يتأهل باريس سان جيرمن طبعا هم الاثنين مطلوب من فوزه لكن نظريا إذا خسر سان جيرمن تعتبر كارثة وإذا خسر أطلنطا يعتبر فريق ممتاز وصل دور الثمانية وسيشكر الناس كاس مريني على هذا الإنجاز هذا الفرق وأيضا الجميع تقريبا مدرك أنه خروج سان جيرمن من هذا اللقاء يعني رحيل تقيل وهنا أول قضية وأهم قضية إذا تقيل بتوتره ورغبته بالبقاء وأنه بديت بدء أنه المدرب الناجح تسرب هذا التوتر إلى الفريق حيأتي إلى تشتت إلى مشاكل بالتركيز إذا شخصية تخيل وإدارته للضغط الآن اللي هو وقع عليه جزء كبير من جواب مباراة بكرة فحسب هذا حجوم الآن أيضا أطلنطا له وجهين وجه عظيم قادر يعذب كل فريق في أوروبا والوجه ختم في الموسم سيئ جدا بيغلبوا أي فريق في أوروبا فلو ظهر الوجه الأول أعتقد سان جيرمن حيعاني جدا لأنه سان جيرمن مش منتعود يلعب أمام هذه الكثافة وكمية الحركة أمام هذا الشكل الغريب من الفريق ولكن لو ظهر الوجه الثاني سان جيرمن حيخلص المباراة ربما في شوت طبعا فيه عند سان جيرمن غيابات الآن شبه التأكيدات إن بابي مش هيبلش ديمارية موقوف وفيه غيابات عند سان جيرمن حتخلي أوراقه الاحتياطية أقل من ناحية الهجومية توقع الشخصي لهذا اللقاء صراحة يعني إحساس فيه إحساس غريب بيقول مش عارف لش حاس أطلنطا بتأحل بس التوقع النظري الكروي طبعا سان جيرمن حيفوز أما اللقاء الثاني لايبسيك وأتلاتيكو مدريد لقاء حساس جدا لقاء فيه دافع رهيب عند الطرفين لايبسيك الأول مرة ممكن يوصل فيه تاريخه نصف النهائي أتلاتيكو بيشعرونها فرسته إصابة كورونا وتعطيل التدريبات تاعت أتلاتيكو جزء مهم في هذه المباراة كيف سيكون قادر سيميوني في الوقت القصيري حظر اللعبين قبل اللقاء هو نصف الجواب مرة ثانية على الورق أتلاتيكو بيت أهل فخبرته أكبر شراسته أكثر أدواته الاحتياطية أفضل في حين لايبسيك رغم أنه الفريق أرقامه بالدور الألماني كانت جيدة بس بآخر الموسم ما كان نفس لايبسيك قتب بشكل غير جيد أيضا الفريق ممر بمرحلة من عدم الاستقرار الداخلي رحيل فيرنر اللي مش حيشارك رانقينيك وخروجه وأيضا ميتشل المدير الرياضي اللي خارج الفريق مر في مرحلة اهتزاز إداري في الداخل وتعلمنا بكرة القدم قديش ممكن يأثر الاهتزاز الإداري على الفني والرياضي إذن على الورق ظروف أتلاتيكو أفضل رغم حالات كورونا فنيا منتوقع لايبسيك هيكون هو المبادر هو اللي حيحاول يبحث عن الهدف لايبسيك ميزته فعليا نكتعرفش مما بيجي القول لعب وسط ضغير أيمن ضغير أيسر الجميع بيقدر يسجل وهذا شيء إيجابي لعنده ومنتوقع هو يبادر منتوقع هو يحاول يبحث عن مساحات في أتلاتيكو وأتلاتيكو دائما بيحب يتلقى اللعب الآن أتلاتيكو حتسنح له فرصة اثنين ثلاثة مفروض في بداية المباراة هنا سجلهم حيخلي الأمور أسهل ما سجلهم الأمور حتصير أقرب لأقرب شوي شوي للايبسيك حيكون هو الأخطر هو الأقرب للمرمى كل ما قدر يعرف كيف يفك شيفر الدفاع أتلاتيكو مدريد اللقاء من حيث الخبرة دي ما حكيت توقعي بيروح لأتلاتيكو مدريد الجميع بيدكر أنه منشستر سيتي واجه ليون مع غوارديولا والفريق فشل في اللقاء في الأول وخسر السيتي 2-1 في ملعب ثم تعالي الاثنين اثنين في الإياب والسيتي فشل يفوز على ليون لا ذهب ولا إياب يعني هذا رسالة لغوارديولا المباراة تبدو بأسماء الستيمة أحد لكن التجربة الماضية بتقول لا ليون كان خطير رغم أنه تغير المدرب ورغم أنه بعض اللعبين المهمين عندهم بيلي وفقير ومندي اللي كان النجوم في ذلك اللقاء خرجوا بس الفريق ما زال بيلعب بنفس الإسلوب إسلوبه اللي بقدر يضغط لما بده الفريق المنوع بإسلوب دفاعه والفريق اللي عنده قدرة كبيرة بيلعب بحالة حركية بدنية 90 دقيقة وبعرف يدير وقت اللقاء ويقتل المباراة ويقتل الخصم نفسيا بإدارة الوقت ليون ليون مش فريق قليل بالرغم أنه طبعا يعني معرف أنه الدوري هو في مركز خارج السبع الكبار بس اللي حضر ليون ويوفي بالإياب شاف أنه اليوفي بدون ما يعمل مجهود صنع فرص وشاف أنه اليوفي بدون ما يحاول يبدع دخل منطقة الجزاء كثير أمام الستي اللي أصلا عنده الحد الهجومي وهذا هذي كارثة يعني لو ليون دافع بهذا الشكل أمام الستي ممكن مباراة يخلص في شون ليون الفريق القوي جدا في الارتداد اللي عنده كثير العين في خط الوسط والهجوم عنده مهارة فردية مميزة بيقدر يشتازوا لعب وينطلقوا في مساحة معناها بكل بساطة لمطلوب من جوارديولا لما يكون متفوق من حيث الجودة وحتى من حيث القبرة الأوروبية كفريق إن بنت له قبرة هو حتى من حالة الثقة بالنفس أيضا هو ومطلوب منه باش يكون هادي مطلوب منه ما يعاند مطلوب منه ما يختلع ويصبر لأنه تسعين دقيقة صح الضغط على السيتي إنه لازم يفوز بس بالأخير هي تسعين دقيقة مش هيتأهل ليون إذا ضلت النتيجة تعادل فمن هون أنا أعتقد هذا مفتاح انتصار السيتي هدوء جوارديولا عدم التسرع عدم محاولة العناد لو واجه مشاكل في الصعود باللعب ما يحاول يعيد الغلطة أكثر مرة عشان يثبت إنه فلسفته صح هذا اللي كان يواجهها في كثير مباريات في أوروبا إذا تخلص منها هتأخذ المباراة هتكون ماشي للسيتي وإذا ما تخلص منها هتحط نفسه بموقف محرج وبتصير الموضوع هل هيلحق ينقض نفسه ولا لا المباراة الأخيرة تكلمت في بداية عم تسعين دقيقة وصعوبة التوقع والكلام هذا بتصير أصعب وأصعب لما يلعبوا تلين كبار ضد بعض بايرل وبرشلونة من الحال الفنية الجميع بيقول بايرل ربما يكون أكثر فريق منظم حاليا في أوروبا من حالة المشاعر والتفاؤل بايرل المتفائلين في أكثر من حالة الحلاقة بين المدرب واللاعبين واللا مدرب والإدارة حالة فلك مع اللاعبين وإدارة بايرل أفضل في حين حالة لعبة برشلونة مع الستين مصيبة وحالة لعبة برشلونة مع الإدارة مصيبة وحتى الستين يعني لا يوجد أحد يبدو مؤمن فيه بالإدارة كان إلا بارتوميو إذن كل الحالات بتقول الكفة بتحكي بايرل ميونيف لكن هذا تسعين دقيقة ضد فريق كله خبرة في أوروبا خبرة دوليا خبرة خبرة معظمهم في فريق في ليونال ميسي فكل هذا الكلام ممكن يتغير لو هدول الخبرة برز منهم ثلاثة أو أربعة أو ليونال ميسي كان في يوم مميز من أيامه بايرل حيحاولي جر برشلونة لمعركة رتم سريع زي ما حاول نبول يجروا عليها أنه مشافه هذا الفريق يعاني جدا في هذا الريتم هل برشلونة حيقدر يضبط اللعب يبطئ اللعب يمسك كرةه ولا لا إذا ما قدر وكان يغلط حيعاني وحيعاني كتير وإذا قدر بيكون شكل أو بآخر يمشي الوقت بالطريقة اللي بدي إياها بالبطئ بدي إياها أعتقد حتكون شوي شوي بتزيد فرسته لأنه عنده لعبين زي ميسي أو سواريز ممكن يسجلوا هدف من نصف فرصة بس بايرل عنده كثير أوراق أنا أعتقد الجميع متفق عليها أنه هو أقوى بدنيا وأقوم من حيث اللياقة وأقوم من حيث الاستعدادات للتضحية بكل لعيبته فهذا الفريق حتى بجماعيته وقدرته على تنويع اللعب وأسلوب اللعب أيضا أكبر حاليا فكل شيء يعني بتحس أنه برشلونة داخل المهمة مش سهلة أبدا خصوصا أنه الكل بتذكر برشلونة اللعب شوط ثاني سيء أمام نابولي وكاد يعني الثلاث سفر يعني الناس كانت شك فيها بهذا الأداء إنها الضيحة الفاضي فريق في عندك جريزمان بروحه بيجي أكثر من اللازم يعني مش لهذه الدرجة اللي با شوفت مهاجم برجع قلب لي فعلى هالدرجة ميسس واريز بجهودهم البدني بدون كرة شبه محدود فيعني المعادلات فيها نوع من الفوضى في خط الهجوم فهون أبامير أيضا إنه ستين على الأغلب حيستغني عن جريزمان في هذا اللقاء ويدفع لاعب وسط عشان يحاول يواجه الشيء اللي كثير قوي فيه بايرون ينقل هي كمية حركة اللعب المسافات اللي بقطعوها لعب بايرون كثير كبير نتيجة حيويتهم لياقتهم هذا الشيء يحب يزيز الضغط على أي خصن بواجه بايرون فريق عارف المدرب شو بده بالضبط ما بواد يجرب خلاص عارف الصح والغلط وفريق لسه المدرب ما عارف شو بده حتى الآن ومعرفنا احنا شو بده حتى الآن تخليك تحكي يعني إذا بتتوقع الورق بتتوقع على المنطق بتقول لا بايرون حيفوز ربما يفوز الفرق هدف أو هدف ايه بس خليني أحكي أوروبا علمتنا والمباريات هذه اللي أربع خبس ايام وأدوار إقصائية 90 دقيقة علمتني أن الواحد ما يتوقعها صراحة نيوغود هادي يستنى يشوف خصوصا على الحجم الكبير الأساس أنا بالنسبة يقول لي هون فوز برشلونة حكيت عن ميسي طبعا ودائما لازم نحكي عن ميسي وزي ما قالت صحيفة سبورت الجميع يقول بايرون إلا إذا ميسي أراد لكن أعتقد الأساس هون دفاع برشلونة دفاع برشلونة هو المربط تعتاهل لو دفاع برشلونة ظهر صامد قوي بلا أخطاء احتوى لباندوبسكي كل دقيقة حتيمشي حيزيد فيها احتمال تأهل برشلونة زي ما حكيت التوقع المنطقي تقول بايرون حيفوز بس إذا دفاع برشلونة كان في يومه الأمور كلها ممكن تتغير نوصل هنا نهاية حلقة التوقعات كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله